مهارة تصميم انتظار الشاشة المعروضة نقوم بالسحب على ايكونة انتظار ويت واسقطها على خط التدفق بعد ايكونة العرض نقوم بكتابة اسم ايكونة الانتظار ليكون انتظار واحد لكي نتمكن من فتح ايكونة الانتظار نقوم بالضغط المزدوج عليها تظهر لنا مجموعة خصائص ايكونة الانتظار انتظار واحد قم بوضع علامة على ماوس كريك في حالة تحكم المتعلم في الانتقال للشاشة الاخرى من خلال الضغط بالماوس ووضع علامة على كي برس في حالة التحكم بالضغط من لوحة المفاتيح لكي نتمكن من تحديد المدة الزمنية لظهور الشاشة من خلال time limit وكتابة زمن عرض الشاشة بالسواني ليكون اتنين سانية هناك مجموعة من الخصائص الاخرى موجودة في options مثل show button في حالة تحكم المتعلم من خلال الضغط على مفتاح يظهر على الشاشة اشتركوا في القناة